رغم صعوبة الطريق في رمال الغضاء إلا أن الصحراء هي عشقهم وولعهم فمع انخفاض درجات الحرارة وهوطول المطر قصد هؤلاء الرجال البر بحثا عن الهدوء والراحة وولعا بنسمات برد الصحراء وشغفا برمالها ففي البر يجدون الملاذ بعيدا عن المدينة وضجيجها والأكيد يعني هالزحم وهالمشاغل والاشياء اللي يواجه الواحد بسطديره يهج عن كل هذولين ما فيه مكان يلقى راحته للبر يبعد عن كل المشاكل والاشغال فبيرتاح أكيد أي واحد يطال البر بيلقى الراحة خاصة بعد لو يبعد عن الجوال بعد يرتاح أكثر الرأي البر ما يحتاج البر هذا فاكهة تشتأ وشبت النار يسدك إذا طلعتنا البر جمعتها الحطب وفليت العزب وهذه الحالة وكلين يمبسط بالبر صراحة بطبيعة الحال لا تخلو سيارة هاوي البر من كثير من المتطلبات التي يجب أن تكون موجودة في سيارته أحد الهواة الأخ عبدالعزيز المطرودي ما شاء الله السيارة متكاملة ودي تشرح لي وش المفروض يكون موجودة في السيارة أول شي حياكم الله ونورتونا طبعا سيارة البر معروفة عندنا أول شي مقتنيات البر اللي هي الاحتياجات الشخصية للإنسان يعني مثل يسمونها أغراض الطبخة وعزبة الطبخة أسرع عندك عزبة الشاهي والقهوة طبعا في ناس تختلف عنها سنا مقتنع فكرة الكاتم الكهربائي طقوس ولوازم لا يستغني عنها عشاق البر ففي النار أنسهم ودفؤهم وفي عمل القهوة واحتسائها سعادتهم والقصص والحكاية وقول الشعر هي حديثهم أنا لأجي بمركب غرامي ولأجلي جنه واجي سكلوي صوب حي يحبني بها سهر أقضي بهما الليل والهم عذبا بها سهر الأنام المعافى على الون أجي لعليل القلب وامسي بذالوطن خليع من أفكاري حالي تسمى الشنة على منهج ذا الحي والحي بحيا ليال التصافي بيننا يالله الجنة وهي ترفيع عن النفس وهذا ولله الحمد وفضل منه خير ونعمه من ديننا الحنيف من فضل الله عز وجل لذلك لا بد أن تترك المكان أفضل من مكان تعاليم يعني وصايا وصايا سلم ذكرنا دعاء نزول المكان أو حتى خاتمة المجلس والشياء ما في شيء لدلنا عليه الإسلام والله الحمد ولمنه ويترقب عشاق البر حلول فصل الشتاء بلهف وشوق فالبر بالنسبة لهم هو الأنس والراحة وبعدا عن صخب المدينة وضجيجها خالد الربعي الإخبارية من صحراء الغضاء في عنيزة